دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إدارة بايدن إلى المطالبة بشكل فوري بتراجع المحكمة الجنائية الدولية عن توجيه أي اتهمات محتملة أو إصدار مذكرة اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين بتهمة انتهاك القانون الدولي الإنساني في غزة كان موقع أكسيوس قد أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن مين نتنياهو حث الرئيس الأمريكي خلال مكالمة هاتفية حثه على التدخل والمساعدة في منع إصدار مذكرات الاعتقال تابعات متعددة الجوانب للجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة فبعد اتهامات لها ما يؤكد صحتها لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة جاء دور المحكمة الجنائية الدولية حيث تتزايد التوقعات بشأن إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وسائل أعلام أشرت إلى أن قائمة المسؤولين الإسرائيليين تشمل رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ووزير الدفاع يو آف جالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي وهو ما قابلته إسرائيل بالأعراب عن قلقها من احتمال إصدار أوامر اعتقال حيث قال نتنياهو إن أي قرارات للجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة المخاوف الإسرائيلية تزايدت إلى حد ما أعلن عنه موقع أكسيوس بشأن مطالبات نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصيا التدخل الأمريكي المحتمل ردت عليه سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد والتي أكدت أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وتنجز عملها دون تواصل مع واشنطن أو تدخل منها فيما أعلن البيت الأبيض عدم اختصاص الجنائية الدولية بالنظر في الأوضاع بغزة مؤكدا عدم تأييد أو دعم هذا التحقيق للدعاء الأمريكي بعدم الاختصاص يواجه تأكيدات من المدعى العام للجنائية الدولية كريم خان في أكتوبر الماضي باختصاص المحكمة بالنظر في أي جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة متوعدا بمحاسبة كل منتهك القانون الدولي